شيخ صالح حفظكم الله أهل التأويل بما فسروا صفة الغضب لله عز وجل فسروا صفة الغضب بأنه العذاب بأنه عذاب العذاب من الله عز وجل ونفعوا عن الله صفة أنه يغضب وأنه يسخط وأنه يمقت وهذا تأويل باطل فالواجب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل نعم